مين اللي قتل دول مين اللي قتل خمستاشر جندي في المنصورة مبارح مين اللي أصاب أكتر من ميت جندي ومواطن آمن فيه بجوار مدرية أمن التقالية بالأمس هتبقى مفاجأة لو قلتلك الداخلية الداخلية قتلت أبنائها داخلية من تلاتين ستة وهي قررت أن تعمل لحساب الإخوان الداخلية هي اللي بتقتل زبطها وجنودها صحيح بيقولوا أنها ما بتقتلش رتب لكن بدأت تقتل رتب قتلت لها قبل كده في الكرداسة والنهاردة بتقتل رتب ليه الداخلية بتقتل؟ الداخلية دي وحشة قوي الداخلية دي مخررة أنها تخلص على جنودها وزبطها أنتو عارفين ليه؟ عشان الدستور عشان ما الدستور الناس تنزل تقول عليه نعم عشان الإخوان الداخلية الوحشة بتقتل عشان الدستور بعد أيام الداخلية مش عايزة يبقى فيه سياحة الداخلية كل ما بتشوف فيه استقرار في مصر مش عايزة فيه سياحة فلازم تعمل تفجيرات فتيجي تجيب واحد تتفق معاه أن تجيب عربية مفخخة فها دينامية تقد كده ويفجر نفسه ويموت الداخلية بتاع رتب تتفق مع ناس يموته فتجيب ويموت ويدخل علشان يفجر ويموت والداخلية تقول لك نجحنا هذا هو مخطط وزارة الداخلية المصرية إنها تقتل أبنائها وتقتل في الشعب تب تقتلهم ليه؟ عشان عندها أهداف إيه الأهداف؟ مبارح زميلي أحمد شبير كان في خناة صدى البلد ومعه مراسل بيقول له واضح إن الخنبلة مزروعة جوها المدرية جملة فطلع الإخوان قالوا شوفوا قطع عليه الخط رغم أنه كامل معاك كلام بعد كده وبعدين خط قطع قطع الخط لما اعترف أصل الداخلية اللي عاملها شايفين الفكاك اللي احنا ما عرفناهاش هي صحيح طلعت عربية بس هي الداخلية مش هتغلب تحط قنبلة أو تجيب عربية تفجرها ده شيء طبيعي ليه؟ ما الدستور جاي؟ والدنيا سهلة والداخلية عايزة الدستور يتم بس سألت لك عشان الدستور يتم لازم أموت شوية جنود وزباط ومواطنين لازم أخلص عليهم زي ما روحت كرداسة وتخط الظابط اللي هو العظيم وهو واقف زي ما بموت جنودنا في كل مكان مش الداخلية بس ده حتى الجيش الجيش بيقتل جنوده بيقتل قواته علشان يقول ان فيه إرهاب ويقول ان انا بحارب إرهاب الكلام السخيف اللي انا بقوله ده الكلام اللي مالوش معنى اللي بيتقال ده بيردده جماعة الخوان للمسلمين جماعة الإرهاب للمسلمين جماعة عندها قدرة من الاحتراف فور وقوع الكارتة والمصيبة التي تحيق بالمصريين والدم اللي بيسيل قدامهم انه جاري يروح طالع جاري يقولك الداخلية اللي عملتها